السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم مجددا معنا على قناة منحنا وفي فيديو جديد هذه المرة يعالج قضية تأخر المساعدة المالية للأسر المتضررة من الحجر الصحي ولم تتوصل بعد بالمساعدات المالية رغم إرسالهم رقم راميد إلى 12-12 بالنسبة لحامل راميد وكذلك الأسر الغير حاملة لراميد والتي أدلت بصريحاتها على موقع تضامن كوفيد بوائما فالحل هو إرسال شكاية إلكترونية توضح فيها طلبك حول عدم توصلك بالمساعدة المالية فلمعرفة كيفية تقديم هذه الشكاية وأين يمكننا تقديمها فإبقوا معنا وذلك ما سوف نشرحه الآن بعد الفاصل مرحبا بكم مجددا لتتمة هذا الفيديو لكن قبل ذلك يصرني أن تشاركوا في القناة بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بجديدنا ولايك للفيديو كتجي علانا فكما قلنا هذا الفيديو سوف نعطي فيه الحل للأسر التي لم تستفيد بعد من المساعدات المالية رغم إرسالها لرقم راميد إلى 12-12 بالنسبة لحامل راميد والأسر الغير حاملة لراميد والتي أدت بصريحاتها على الموقع الإلكتروني تضامن كوفيد بوائما فالحل هو كالتالي تقديم شكاية إلكترونية عبر البوابة الوطنية للشكايات إلى الوزارة المعنية وهي وزارة الاقتصاد المالية وإصلاح الإدارة والآن سوف نشرح طريقة تقديم هذه الشكاية عبر البوابة الوطنية للشكايات فابقوا مع هذا فأولا يجب علينا أن نقوم بفاتح أي متصفح سوف نختار جوجل كروم وبعد ذلك سوف ندخل هذا الرابط المبين على الشاشة والذي سوف تجدونه في الديسكريبشن أو صندوق الوصف تحت الفيديو الرابط هو شكاية.ما فعند تحميل الصفحة التي تظهر أمامكم سوف ننزل إلى الأسفل قليلا ثم نقوم بالنقر على هذه الأيقونة تقديم شكاية هنا يجب علينا اختيار الإدارة المعنية في هذه الحالة فالإدارة المعنية هي وزارة الاقتصاد والمالية لن نكتب أي شيء هنا سوف ننزل قليلا وسوف نختار وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من هذه القائمة هنا في هذه الصفحة سوف نقوم بملء مضمون الطلب بحيث كيفما هو مبين هنا الخانات الإجبارية هي الخانات المشعة أو التي أمامها هذه النجمة بالأحمر كل خانة أمامها هذه النجمة فهي إجبارية يجب ملؤها فلا يمكننا المرور للصفحة الموالية إن لم يتمل أحد هذه الخانات الإجبارية لكن الخانات الأخرى الغير الإجبارية التي لا توجد أمام هذه النجمة فيمكنكم تجاوزها سوف نمر بعجالة إذا كان ممكن لكي لا أطلع عليكم هنا نوع الطلب نختار شكاية الموضوع الرئيسي نختار خدمات عامة وفي الموضوع الفرعي نختار كذلك خدمات عامة بالنسبة للجهة سوف نختار الجهة التي ننتمي إليها وبعد ذلك نختار الإقليم أو العمالة بعد ذلك نختار الجماعة التي ننتمي إليها هنا بالنسبة للموقع أي العنوان فهذه الخانة إختيارية وليست إجبارية يمكنكم تجاوزها أو يمكنكم إدخال العنوان الخاص بكم الموجود على بطاقتكم الوطنية وهنا بالنسبة للموضوع فهو إختياري لكننا سوف نكتب شكاية حول عدم التوصل بالمساعدة المالية لصندوق تدبير جائحة كورونا أما هذه الخانة التي تخص نص الرسالة فهي مهمة جدا وعليكم أن تقوموا بملء هذه الخانة لقد قمت بكتابة مثال سوف تجدونه في الدسكريبشن أسفل الفيديو في صندوق الوصف يمكنكم التعديل عليه على حسب حالة كل واحد منكم سوف نكتب نص الرسالة هذا فقط مثال أبين لكم في نص الرسالة لكن يجب عليكم أن تقوموا بالتعديل على هذا النص على حسب حالة كل واحد منكم هنا في هذه الخانة سوف ندخل هذه الرموز الظاهرة في الصورة فكل واحد منكم سوف تظهر له رموز خاصة به يجب عليه إدخالها في الخانة أسفل الصورة وبعد ذلك نضغط هنا على أنا موافق على شروط الاستخدام ثم نضغط على المرحلة الموالية هذه المرحلة خاصة ببيانات صاحب الطلب ودائما الخانات الإجبارية محددة بنجمة لا يمكننا تجاوزها هنا في الفئة نختار مرتفق هذه الخانة الاسم الاجتماعي خاص بالأشخاص المعنويين فنحن لا يهمون ننتقل إلى هذه الخانة وندخل رقم البطاقة الوطنية ثم الاسم العائلي وبعدها الاسم الشخصي ثم الهاتف هنا في البريد الإلكتروني أو الهاتف يجب أن ندخل أحد هاتين الاختيارين إما البريد الإلكتروني أو الهاتف من الأفضل أدخل رقم هاتفكم المحمول بالنسبة لهذا الجزء من هذه الصفحة فهو مخصص للعنوان بالنسبة للسطر الأول أدخل عنوانكم الخاص الموجود على بطاقتكم الوطنية هنا العنوان في السطر الثاني إذا لم تكون هذه الخانة كافية الرمز البريدي لكي معرفة الرمز البريدي الخاص بكم اذهبوا إلى جوجل واكتبوا كود بوستال وبعدها اسم المدينة هكذا ثم سوف تجدونا الرمز البريدي الخاص بكم هنا ندخل المدينة أو القرية وبعدها الدولة وبعد ذلك نضغط هنا على المرحلة الموالية فبالنسبة لهذه المرحلة هي آخر مرحلة في تقديم الطلب هذه مرحلة تحقق من الطلب قبل التقديم يجب عليكم أن تقوموا بمراجعة المعلومات التي أدليتم بها قبل التأكيد على الطلب ولديكم إمكانية التعديل على الطلب بالضغط على التعديل فعند الرجوع بكم إلى صفحة التعديل يمكنكم تعديل المعلومات التي أخطأتم فيها وبعد ذلك قوموا بالضغط على المرحلة الموالية ثم في الأخير يمكنكم تأكيد طلبكم بالضغط على أيقونة تأكيد وبعدها سوف تظهر لكم رسالة على المواقع بأن طلبكم قد تم إرسله إلى الإدارة المانية في هذه الحالة إلى وزارة الاقتصاد والمالية إلى هنا نقول لكم شكرا على المتابعة ونضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله ولا تبخلوا علينا بالشراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل خاصية الجرس للتواصل بجديدنا ولايك للفيديو كتجيء لنا على الاستمرارية شكرا لكم وإلى اللقاء